السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الفيديو سنرى تمرين أول يقول هذا التمرين write a program which asks the user to enter a number n and prints a line of n stars يعني أن البرنامج سيطلب إدخال قيمة n متغير n وحسب هذه القيمة سنطبع عدد من النجوم لو كانت الآن تسوي 5 سنطبع 5 نجوم لو كانت الآن تسوي 10 سنطبع سطر يحتوي على 10 نجوم لحال التمرين أقترح عليكم الكودة التالي أقوم بتعريف متغير n أطلب من المستخدم إدخال قيمة enter a number n c in قيمة n ثم حسوي for loop for int i يسوي 0 إلى النصل للن i plus plus سأكرر تباعة النجمة لم أضع هنا end of line وإلا الكمبيوتر سيطبع كل النجوم الوحدة تحت الأخرى بعد أن أخرج من for loop سأضيف c out and offline نهاية سطر النجوم ونفذ البرنامج enter a number n سأضع هنا خمسة عندي خمسة نجوم تلاحظون لو وضعت هنا end of line ما الذي حيحصل and سأضع خمسة إذن بعد اتباعة كل النجمة الكمبيوتر يعود إلى السطر بسبب الend of line إذن يجب حذف الend of line الموجودة هنا أعد تنفيذ البرنامج and تساوي 20 عندي سطر يحتوي على 20 نجمة اشتركوا في القناة